موسيقى مساء الخير لما واحد بيعمل غلطة كبيرة في السر بيبقى خايف من الفضيحة خايف ان حد يعرف لكن صاحب الحق بيبقى قوي يقدر يبص في عين التخين ده اللي نعرفه عشان كده كان غريب بالنسبة لي موقف ميرفت بطر القصة حقيقية النهاردة اللي اكتشفت ان جزها بيخنها فبقيت هي اللي خايفة ومرعوبة وهو ولا همه طب ازاي؟ تعالوا نسمع قصة من الاول اسمي ميرفت وعندي 28 سنة اتجوزت وانا عندي 16 سنة جواز صلونات واول ما اتجوزت حصل حمل على طول وانفصلنا بعد سنة من الجواز بسبب اختلاف الطباع ومشاكل تانية كتير وحصل الطلاق بعد ما خلفت ابني بعد الانفصال فضلت مطلقة لمدة 6 سنين اتعرفت فيهم على شاب ما اتجوزش قبل كده حبني وحبيته كان طيب وظروفه صعبة زي حالاتي ومامته وبابا كانوا متوفين من وهو صغير ومرات اخوه واخته اللي اكبر منه هم اللي مربيينه ويوم قرية الفتحة اتمسك في قضية مخدرات فضل يحلف لي انه مظلوم ومعملش حاجة ولا انه كان حد طيب ومعشراك كويس صدقته وفضلت مستنياه لمدة 7 شهور قضاهم في مركز الشرطة وانا منتظرة انه ياخد براءة ويطلع كنت بروح ازوره باستمرار كنا منكتب لبعض الجوابات لحد ما فعلا طلع براءة في الاخر وجيت قدملي تاني في الاول اهلي قالولي بلاش الولد ده عشان بيشرب وملوش اهل ولا كبير يترد عليه قلت لهم انا بحبه وهغيره اصل اهلي يا سالي ناس طيبين وظروفهم على قدهم انا والدي متوفي وامي دقت بيها الدنيا بعد وفاة ابويه فكانت بتشتغل الصبح موظفة وبعد الظهر بتطلع تشتغل شغلة تاني عشان تصرف علينا وانا المسؤولة عن ابني وزي ما انتو عارفين الرجالة عندنا لما بتطلق مراتها بتطلق معاها عيالها كمان عشان كده كنت بنزل اشتغل عشان اصرف على نفسي وعلى ابني لحد ما لقيت واحد حنين بيحبني رغم ظروفي فرقش معايا اني مطلقة ومخلفة فده اللي خلاني اتمسج بي اول ما اتجوزنا بقى شخص تاني شخص غيور وودني على طول بيسمع كلام اخواته ويقلب علي لما كنا في اسبوع العسل كنت فرحانة جدا بصور الفرح وحطتها على الواتساب فاخو كلمه وقاله هي حطها ليه فجيوز عقلي وتشكلنا مع بعض حملت على طول في بنت عيشنا سنة ونص وحالتنا المادية صعبة جدا مع العلم اني متجوزة في سكن بالإيجار وبدبلة وقضة نوم وانتري فقط ووقت الولادة رديت بظروفه وولدت في مستشفى حكومي عشان ما كانش معاه فلوس وكان بيشتغل في اي حاجة لحد ما ربنا كرم وسافر السعودية بس بعدها للأسف مشاكلنا زادت بقى يشتمني في المكالمات والمحادثات ويقول لي كلام وحش قوي وانا من غضبي بقيت ارد عليه قاعد في الصفر سنة ونص ولما جي لقيته متغير اول مرة اشوفه ويحضني بعد غياب ما حستش بحضنه ما حستش بحلاوة كلمة وحشتيني كنت لابسة بقى ومتشيكة ورغم كده لما حصلت بيننا علاقة كنت حسنه بيعمل كده معايا غصب عنه سألته انت متغير ليه؟ قال لي عشان نازل ومش معايا فلوس اتصرفت له في فلوس عشان يبقى فرفوش ويفرد بوزه بس برضو فضل زي ما هو على طول ما بوز وبعدها لقيته عمل التليفون بتاعه كلمة سر مش بيدخلها غير لما يحاول يكتب لحد ويفضل محاوط الشاشة ويبص حواليه بقلق فشكت فيه وقلت لازم أشوف موبايله وفضلت متابعاه لحد ما سرقت الواتساب والفيسبوك بتوعه وفعلا لقيته بيكلم واحدة متجوهزة وبعتله صور ما تصحش أبدا صدمت حسيت بالنهيار وقررت أتابع للآخر لحد ما لقيتها في مرة بتقوله ع الواتساب انت ما ردتش عليها برحلية انت صهرت معاها والصهرة عجبتك قال لها لا والله ما حصلش حاجة واكتشفت انه مش عايز يجي ناحيتي عشان هي أيلاله كده جي يوم وكنا صهرانين بيقول لي وشك بهتين قوي انت زعلنا ليه زعلنا من حاجة قلت له لأ وفضلنا نتكلم لحد ما قلت له لو في حد في حياتك قل لي قال لي انت عبيطة لأ طبعا ساعتها لقيت الدموع نزلة من عيوني غصبا عني ام قال لي انت هتقلبي اليوم نكد انا داخل انام قلت له لأ خلاص وراضيته بس فضلت اتابع كل حسابتها على السوشال ميديا لحد ما بعدت لها طلب اضافة بالغلط على الانستجرام فاخدت بالها رح اتقلت له والغريبة اني بقيتها ترعيش وخايفة كأني انا اللي عاملة حاجة غلط فقدت احساسي بالامان بقيت تايها يا سالي بعدها كلمت اخته حكت لها كل حاجة وجات الشقة وهو بكل بجاحة قال لي زبتي طبعا كنت عاملة سكرينشوت لكل المحادثات القذرة اللي بينهم بقيت واري اخت جوزي وانا منهارة وهو مصدوم وبكيت بكيت كتير قوي اعتدي عليه قدامه قدام اخته واقول يا رب يا رب ما يتردش اللي عمله في بنته ولا اخواته ولا فيه يترد في صحته وعفيته قاعد يتأسف ويقول وحياة ببنتي خلاص مش هعمل كده تاني قلت له انا قصرت في ايه قال لي ما قصرتيش في حاجة فضل قاعد وصادي زي العيل الصغير قلت خلاص ده حلف بحياة بنته بس برضو قررت اروح للست دي واستنيته ينام ولبست ورحت لها اتكلمت معها بكل ادب واكتشفت هناك انها امرت صاحبه لما شفت صورة جزها فقررت اكلم جزها وابعت له كل حاجة وسبتها تاخد جزائها المهم جوز يسافر تاني من غير ما يعرف اني عاملة هاك على حسابه وعالفيسبوك وعرفت لما سافر انه بياخد حبوب ومخدرات كان بيروح اماكن مشبوهة وحاجات تانية كتير من المحادثات اللي قررت هوا وهناك لقيته كمان قاعد بيعمل سيرتش على الفيسبوك على حاجات مخلة بيدخل يبعد طلبات صداقة للستات انا ما بقتش احس معاه ولا بحب ولا بكلام حلو ولا حتى حاسه انه موجود احساسي كله اني مش حاسه بأمان خالص ما بقتش احبه ونفسي اتطلق منه بس هبقى فشلت في جوازتي التانية وهطلع منها ببنت ومن الجوازة الاولانية معايا ولد وهتبهدل اكتر من انا متبهدلة انا عاشت ثلاث سنين معاه وقلت خدوم فقراء يغنيكم الله وهو اكيد هيقدر اني استحملته ظروفه معاملته الوحشة لدرجة انه كان بيدربني ويشتمني وبسكت كان نفسي يتغير للأحسن بس طلعت غلطانة ودلوقتي انا عايز اتطلق بس خايفة قولولي اعمل ايه قولولي اعمل ايه لحد هنا وخلصت رسالة ميرفت ميرفت كانت داخلها الجوازة دي وعندها اعمل ان يتغيره اللي هو المصطلح اللي كنا دايما بنقوله على الفيسبوك بسخرية هاخده وغيره فيش حد يقدر يغير حد ودلوقتي هي مش عارفة تعمل ايه طب هتكمل معاه رغم اخيانته بيشرب مخدرات بيروح اماكن مشبوهة وبيبعت قادل اي حد طب تتحمل كل اللي هي فيه ولا تتطلق طب هي خايفة ان هي تبقى مطلقة للمرة تاني هتخرج بقى من الجوازة دي بعيل تاني وهي اللي هتشيل مسئوليته اسئلة كتير قوي هنحاول نجاوب عليها